هذه أبرز العناوين هل ظلم الحكم السوداني المنتخبة المغربية؟ خبير تحكيمية يوضح بخصوص قرارات الحكم في مباراة المغرب وجنوب إفريقيا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكولة القدم فوزقجع يحسن بقرار مفاجئة في إيقالة وليد الرجراجي من المنتخب المغربي بعد الإقساء المبكر من الكالكو الديفوار أمام جنوب إفريقيا مهاجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز يغير قراره ومدرب إسبانيا يوجه رصالة خاصة للعب إسماعيل سيباري لم يكن الحد معنا ونعتدر لجمال المغربية على الهزيمة سألت الميداد حول رفض الحكم السوداني محمد علي إسماعيل لهدف المشروع للمنتخب المغربي في مباراته ضد جنوب إفريقيا وإنهزم المنتخب المغربي يوم أمس بهدفين دون رد في لقاء ثم نهائي لكاسم من إفريقيا ضد منتخب جنوب إفريقيا واعتبر الخبير التحكيمي محمد موجه قرار الحكم بعدم احتساب هدف المنتخب المغربي بالخطأ وصف الهدف المشروع وزاد موجهان في تحليلها قرار خطأ من الحكم المساعد بإعلان تسلل غير موجود حرم المنتخب الوطني المغربي من هدف مشروع وصار في استيقدته قائد المنتخب المغربي غني مرمان سايسا الذي احتج بدوره على الحكم التحكيم بصفة عامة كشفت المصادر المقربة من المنتخب المغربي تفيد أن تاريخ الحسم في مستقبل ناخب الوطني وليد الرجراجي من رئيس الجامعة حيث خرج المنتخب المغربي من ثم النهائي كاسي أمم إفريقيا على حساب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في الليقاء الذي جمع الطرفين مساء أمس التولتاء ويجهل لحد الساعة ما إذا كان استقرار الجامعة المغربي كرة القدم في شأن وليد الرجراجي وطقامه المساعد أو رحلها وهناك اختلاف في جهة النظر بين قائل على ضرورة بقاء الرجراجي في حين يطالب آخرون برحلها وفي هذا الصدد طالب فوز القجع من وليد الرجراجي تقريرا خاصة ليهم مشاركة المنتخب المغربي في بطولة كاسي أمم إفريقيا وسيكون الاجتماع حاسما للحسن في مستقبل المدرب وليد الرجراجي الذي أكد بدوره استعداده لأي قرار يكون في مصلحة المنتخب المغربي وتشير المصادر المقربة من الجامعة أن الاجتماع المقرر بداية من الأسبوع القادم بمدينة الرباطة وعلى ضوءه ستستمر خارطة طريق المنتخب المغربي الأول إما بقاء وليد الرجراجي أو رحله عن العريض الفنية كشف موقع وانويل العالمية أن مهاجم نادريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز قرر بدء خطوته الرسمية للحسن في مستقبله الدولي والمنتخب الذي سيدافع عن ألوانه بداية من الأسبوع الجاري حيث أن اللاعب أخبر وكل أعمله بجلوس مع مسؤولي الاتحاد الإسباني لمعرفة أهميته في مستقبل لاروخ مع المدير الفنية الحالية لويز ديلافوينتي وينتظر أن يعيد الحديث في الأمر مع مسؤولي الاتحاد المغربي بعد ذلك قبل حسم مستقبله الدولي إبراهيم دياز يضع إسبانيا كخيار أول في حال وصوله على ضمانات خاصة أنه يعلم شرصة المنافسة التي سيجدها في قائمة المنتخب الإسباني وهو الذي لا يعيش استقرارا واضحا في المستوى وأكد إبراهيم دياز في حال قرر تمتل المنتخب المغربي فسيخبر وليد الرجراجي بذلك مباشرة بعد نهاية النسخة الحالية من نهايات كأس أمم إفريقيا المقامة في الكود ديبور والتي لم يرغب في المشاركة فيها لتركيز على مكانته معاري المدريدة وخرج لويز ديلافوينتي مدرب منتخب إسبانيا برسالة مباشرة لنجم نادي ريان مدريد إبراهيم دياز من خلال تصريح للإداعة أندوا سوريو قال فيها لم أفهم حالة إبراهيم دياز بصراحة تبقى غريبة بعد الشيء يمكنه اللعب لكل من المغرب وإسبانيا على الرغم من أن كل شيء يشير إلى أن رغبتي هي القيام بذلك مع لاروخة وتابع ديلافوينتي إذا كان يريد الاندمام للفريق الإسباني فعليه أن يأتي بقناعة تامة ومطلقة لا ابتزاز لا يستحق كل هذا العناء وكأنه يقول إن لم تمنحني الفرصة سأرحل الأمور لا تمشي هكذا وسبق أن دفع إبراهيم دياز عن قميس المنتخب الإسباني لأول مرة في مباراة واحدة سجل فيه هدفا كما لعب للمنتخب الإسباني في الفئات العمرية قبل أن يصبح خارج حسابات إسبانيا منذ عام 2021 ما فتح أمامه الباب للتفكير في العودة لتمتيل منتخب بلاده الأمة المغرب كما حدث من قبل مع مواطنه مونير حدادية أكد إزماعيل سيباري لعب المنتخب المغربي أن الحظ غاب عن فريق الوطني في مواجهة جنوب إفريقيا معربا عن أسفه يقبل إقصاء من كاسيومم إفريقيا 2023 تضل إنهجيزا وقال السيباري في تصريحات صحفية بعد المواجهة في بعض الأحيان الكرة لا تمشي كما تريد كانت لدينا فرصة سانحة لكننا لم نسجل ولم يكن الحظ معنا وتابع اللعب بإسف إندهوفن في تصريحه قائلا لعبنا بشكل جيد وقمنا بمجهودات وخلقنا فرص كثيرة لكن لم نكن في يومنا ولم نترجمها لأهداف واختتم قائلا كان جهنالك العديد من الجماهير حاضرة لمساندتنا ولم نتمكن من إسعادهم كما كنا نريد ونعتادر لهم ويذكر أن المنتخب المغربي أقصي من ثم النهائي كاسيومم إفريقيا بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة